فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية بسم الله إليكم قال رحمه الله أيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحاء رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه هذه قضية أخرى وهي تتعلق بالشعر قضية الأولى تغيير الشيب في الشعر سواء في الرأس أو في اللحية وهذه قضية أخرى تتعلق بشعر اللحية والشارب لما كان الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك فأمر بإكرام اللحاء وعفائها وتوفيرها وأمر بجز الشوارب وإحفائها والآن كثير من المسلمين مع الأسف على العكس لأن الشيطان زيّل لهم هذا العمل فهم يحلقون لحاهم ويوفرون شواربهم كاليهود والنصارى والمشركين تماما في هذه الظاهرة وهذه الخصلة نسأل الله أن يهديهم للصواب وأن يرجعوا إلى صوابهم وأن يعرفوا أنهم متشبهون باليهود والنصارى والمجوس في هذه الصنيعة الشنيعة فما أشوه وجه حلقت لحيته وغفر شاربه يكون مشوه والعياذ بالله فلكن لما كان الشيطان يزيّن هذا لهم ويظنون أن الكفار أنهم أهل كمال وأهل رقي وتقدم حضارة وأنهم ما يفعلون شيء الله وهو مستحسن صاروا يتشبهون بهم فيما هو مستقبح دون شعور منهم ترجمة نانسي قنقر